متواصلين مع حضراتكم وبرنامجكم ما حتجوز براحب يا جماعة بكل أسئلتكم واستفساراتكم على وسائل الاتصال اللي حتضي على الشاشة قدام مع حضراتكم ولسه النهاردة بنتكلم في موضوع مهم جدا ليلة الزفافة، ليلة الدخلة، ليلة البناء، الليلة الموعودة كلها مسميات لشيء واحد هي طبعا هل في ضوابط شرعية لليلة الزفاف لازم نتعرف عليها عشان نعلم شبابنا إن شاء الله ربنا يكرمهم ومنعلم بناتنا الأداب الشرعية الإسلام ما سابش حاجة، الإسلام دين عظيم جدا زي ما قلتلك قبل كده ربنا قال لنا ما فرطنا في الكتاب من شيء يا ترى ايه الضوابط الشرعية اللي عملها الإسلام ليلة الزفاف ليلة الزفاف دي يا جماعة هي طبعا احتفالية إسلامية فلم يحدث زواج في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وكان في زفاف وكان في وليمة زي ما سيدنا النبي قال كده لسيدنا عبد الرحمن يد نعوف لما تجوز قال له أولم ولو بشاه يعني اتبح كده أي حاجة عشان تفرح الناس وربنا سبحانه وتعالى يكرمك يا ترى ايه أداب ليلة الزفاف اللي بيجعلها كثير من شبابنا العرصين بعد ما ربنا يكرمهم ويدخلوا من المنزل الأدب الأولاني الدخول بالرجل اليمنع هو دلع لهن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان النبي عليه الصلاة والسلام يحب التيامنا في كل شيء في أكله وفي شربه وفي خصف عليه صلى الله عليه وسلم ومهم جدا كمان طبعا إنه كل واحد إذا دخل بيته أو ما لو واحد يدخل البيت إنه طبعا يسلم على زوجته لأن السلام ده هي تحية المسلم يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح إن في الجنة غرفا قد بالك كلام جميل أو من سيدنا النبي اللهم وعدنا بالجنة يا رب إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها قدوا لمن يا رسول الله لمن هذه الغرف التي في الجنة فقال عليه الصلاة والسلام لمن طيب الكلام وأطعم الطعام وأفش السلامة وصام رمضانة وصلى بليل والناس واليام الشاتف ده هو إفشاء السلام أول ما تخش على زوجتك كده في ليلة الزفاف لازم تخش برهجلك اليمين وبعد كده مهمة أوي كمان إنك تسلم عليها استحية الإسلام مش مساء الخير ولا بنصوار ولا جنايت ولا الحاجات دي كلها لا تحية الإسلام هي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته زي ما ربنا قلنا كده عن أهل الجنة دعواهم فيها سبحانك اللهم واتحياتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين لو لبنا وعيدنا يا رب لما ندخل الجنة إن شاء الله الواحد لم يكون جعان مش حيسقف أو حيطلب حد الواحد لم يكون جعان حيقول جملة واحدة فقط لا غير اللي يبقى إيه دعوا سبحانك اللهم فالمليكة حجيله كده بأطايب الطعام فتقوله السلام عليكم ورحمة الله وبعدين يدعو الله سبحانه وتعالى الإنسان اللي في الجنة ده اللي ربنا أنعم عليه وقول إيه وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين الواحد لازم يسلم على زوجته في ليلة الدخل ليه سيدنا النبي قال أنس ابن مالك قال الرسول عليه الصلاة والسلام إذا دخلت على أهلك فسلم يكن بركة على أهلك وأهل بيتك ده كلام جميل أوي من سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يبقى نتعلم كده مع بعض بالرحم أول حاجة تخش في رجلك اليمين وتاني حاجة تعملها شرعية أنك أنت تسلم على زوجتك مهم جدا كمان أنك تصلي ركعتين أو من دخل البيت حتى تتوضى وتنشغل بصلاة ركعتين وقد ثبت ذلك عن صحابة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد الصحابة اسمه أبو سعيد بيقول كنت مملوكا يعني كان عبد فكان بيجوز فدع نفر من أصحاب سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام منهم عبد الله بن مسعود وأبو ذر وحذيفة ابن اليمان يعلموه فقالوا له إذا دخلت على أهلك فصلي ركعتين ثم سال الله سبحانه وتعالى من خيرها ثم تعوز بالله من شرها ثم بعد ذلك شأنك وشأن أهلك مهم جدا يا جماعة احنا نصلي ركعتين لربنا سبحانه وتعالى السؤال اللي بيطرح نفسه إحنا ليه بنصلي ركعتين في بداية الزواج ما كان ممكن أخرهم لبعد الزواج يعني للوقت آخر يعني اشمعنا نبتدي حياتنا الزوجية بصلاة ركعتين وصليهم بقى الزوج إمام ولا كل واحد لوحده ولما جا صلي يا تارى أقرأ إيه بالظبط إيه الآيات اللي هل في ورد في السنة آيات معينة قرأها في ليلة البناء أو ليلة الزفاف هكلم في ده بس بعد هذا